اليوم العالمي للشغل وعيد العمال الذي يصادف الفتحة من ماي من كل سنة هو يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم على الأقل أي حوالي 67% من سكان العالم بعدما اقترن هذا التاريخ بالعديد من التحركات العمالية عبر العالم التي أحرزوا من خلالها العديد من المكاسب العالة أبرزها تقدير مدة العمل بثماني ساعات يوميا البداية كانت في العام 1986 حين دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب في الفتح من شهر ماي في يوم تجديد حقود العمل للمطالبة بثماني ساعات عمل يوميا أين غادر أكثر من 300 ألف عامل المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد وفي ثلاث من نفس الشهر اندلعت أحداث في شيكاغو إحدى مراكز حركة الاحتجاج حيث قتل عدد من المضربين على أيدي الشرطة وحكم على ثمانية من مثيري الفوضى وفي العام 1889 قرر المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية تنظيم تظاهرة عالمية للعمال بتاريخ محدد بدءا من الفتح من ماي 1890 وذلك للمطالبة بثماني ساعات عمل وإحياء ذكرى ضحايا شيكاغو كل ذلك أعطى هذا تاريخ رمزية بالنسبة للعمال في كافة أنحاء العالم هذا وتشهد غالبية الدول في عيد العمال تظاهرات تنظمها النقبات والأحزاب السياسية إضافة إلى تجمعات احتفالية فيما لا تزال إلى يوم هذا أصوات العمال تصدح في الكثير من بقاء العالم للظفر بالمزيد من الحقوق